اشتركوا في المرسل في الجامع لا تسحقوش درامح لا تسحقوش اعطيها تشري اعطيها تلبس اعطيها تزهب اعطيها تخوش تحوس مع ولادها وبناتها اعطيها ترى تشوف الدنيا لا تجيب الناس للجامع لا تسحقوش درامح سلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد شاء الله تكونوا بخير ومهنين وصحيحين يا رب العالمين صلاة لسيدنا الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل السلام كاركم والابنات بديناتها ميناجة عمدان او ما زال انا بديته زعقة انا بديتها قم goosebumps scale انا هاد الميناج من قبل هذا الميناج انا نديرها خطره في الشهر يعني الميناج الشامل الكامل اللي حكى الكوزينه من كل جهه بس صح مينكتب اللي راسي موبدا يتمشي هذا الميناج داع في الشهر سايي و اللي ننخدمه غير قيس قيس على خطر شدروك باش تجيب دي الميمان و يبدا يخرب لك و يبدا يمشي هنا و يمشي لهيها هذه الميناج انا قلت اليوم ادتى كوزينه ايها هذه الميناج قلت اليوم انا لدي كوزينه اهم بلتا هيا اقلتل بصبح جدة قلتل لم اجرسي قليتل بالكراسي لاجه اجيما ينجرب لبعرك اذر بالكراسي ليس من انشيق الى بيجبه او قلت لها صح هذا اليوم يسمعوك ارواح الدرنة يبدو بلاشة صغيرة نقيتها المهم البنات اليوم لدينا روتين هذا الروتين ان شاء الله ندلكم ناشاط كما تعقز البرد و انا البارح انا انا احضر ان اقوم بمسيطة نهار الصبت يحكمني ببارد و انا انت جديد الكوفيرتا و لم يكن لديه سؤال لنخدمهم كانت غير هذه الكوزينة شغلت لي بالي ايه الحد قلت لها انت هي خاصة تطمينة جاي وكيشت الحالة سخون مع سميشة ايه قلت لها اليوم اليوم تورتكنتية ولبنات اليوم راح نحكي لكم على حقار لولية شفتوا لي الإيمان شفوا كين وحد العيبات اللي يحقروها شفت واحد التعليق في واحد القناة قلت لها انا راجلي ما يمدليش حتى ابسط الأمور ابسط الأمور يعني اللي تستحقهم لمرأة شهريا هي وليبوند هادو مسؤول هادو ما يشريهم لكش الراجل شوفو الراجل اللو كان قاعي خلص قاع منش عافشي ودروك الشهر يراها قليلة ما تكون هو خدام يعني باش يشري باش يكسيك ويكسي الباز ويوكلك يعني ماكلة مليحة و باش تشري كوسميتيك نحن نموت على الكوسميتيك و نموت على تسوالة و لقد يشري لك شامبوان أبخي شامبوان جلدوش بصع باش يشري لك هادو كل مينيكيرو و تطلاص و قاع بالصح يعني ماشي لدرجة هادو حتى ما يشيكش هادو سوالح اختي النفض الغبرة على روحك اه رانا كامل يعني عايزين يعني راجل يخلص شهرية قليلة بالصح الدرجة هادو والله خلعتني انا يشوفوا انا يا انا عندي هاكا كين كنت تفرج القانات واحد اخرى تفرج لها بقاناتي علقت لها بقاناتي قلت لها اختي النفض الغبرة على روحك هادو سوالح من يشريهم لكش كين يشريكش هادو السوالح على شرك لمن كما يقولوا على من تحتاسيبين دروك على من تحتاسيبين تنحس بيه تنحس بيه على روحك ولا تنحس بيه علي سما هادو الراجل اللي راي يحسب قتلهم باللي اولاده يشري لهم اولاده يشري لهم يوكلهم يلبسهم غاية بس حكين قول له انا يضربه هجن يقول لي ما عنديش ما عنديش مكانش ما ما قدش ما بالصح يلفو زي روحك شوية يلفو يعني ابسط الامور يوفرهم لك يعني اذا كنت يتاكلي مليح ويعني ما يقدرش يوفر لك يعني معيشة كبيرة بزاف على واحد شي سوالح بالصح هادو سوالح يوفرهم كترا اذا ما كنتش خدامه ما كيش عندك دراهم اذا ما كيش عندك دراهم اذا ما كيش عندك دراهم يشري لك هادو سوالح يطبر راسه راكي مسؤولي علي فاقه على خطر شكاية عليا لكيش عندك دراهم اذا ما كنت دراهم انتي تشري غينتي تحطي تحطي اذا ما لديه يبقى يشغل فيها احنا نبغو نبغو ننبغو نشريه يعني نشريه الراجل شرقته انا لا نبغو اخواتي يعني لا يخصاتي الراجل الذي يكون عندها اخر و ينعطي لك اذوك و لكن لا يشريه لك ويلو كيسان يشير لك حاجة 100-300-400 ما يقدرونش يشريهم بسح ابسط الأمور تقولي له يعطي لك يعني إذا ما أعطي لك شهر جاء يعطي لك شهر المنمورة بالصح المهم الفردي روحك وهذه كاي اللي تضربها النيف تقول لها ما يعطيها تقول لها ما عنديش هاد الفترية يسا يضربها النيف تروح تشريها هي لا لا تشريش القعدي كي منها كاك حتي والتاني اللي يضربها النيفتالية تقول لها خطرة وما تعودش بصمتي كوني صامتة كوني صامتة فن هاد الأمور على خاطرش كي ما قلت لكم يا الراجل في فمه غي الميم ما ايو يحسن عونهم الله غالب عليهم المئشرة غالية وكترى إذا كانت الشهرية قليلة والبز كيكون عندك البز هالكوش هالحليب هال القشكو ما يزيد يكبر شوية يزيد الحاجة ملقش الغالب بصد عمام ماشي لدرجة اللي ينسى كومبلاي حتى انت يا راكي مسؤولة عليها راكي محطوطة في الكارني عليها مراكيش منحطوطة والديك خرجتي من الدفتر العائلي تاحهم يعني ماشي خرجتي خرجتي من حيث زوجتي زوجتي السابورة كي مسؤولة علي الزوج ألوغ ماشي تروحي لهذا الدرجة ويسمح فيك حتى الابيولي لاتي لا يشريها لكش وكوشتنا بزاف كماتهم كانوا يشريون لهم اه زوجتها وتدلها لكوش وتدلها الحليب وكانت حتى الابيولي لتلحقها لها تدلها تدلها كي لا تدلها اختيتها اختيتها هده زوجت او دل او منش عارفها كيفاش اي ماجينيا لا بيولت اديها البنتك و تقول لها زيروا الرجل زيروا الرجل وماشي هادك تعليد زعماكي شغل اه مرأة مطلقة سمارها المطلقة مراهاش يعني حاجة خايبة يعني هادك المطلقة مالقعتش يعني مالقعتش حياة معيشية مليحة قررت تطلق يعني ما بغاشت تعيش في الدل على خاطر تشوفوا كاين واحد وحد الفئة تعرجل يركبو لك الموفيسة يركبو لك المرض وانتي تقعد يدرك الدك يدك في قلبك رايحات جي بروحك مرض كاش ما يجيك مرض يعني خاطر شرحة ديارتية درك كي يجيك هادك المرض الخاطر هذا ابسط الامور ما وفرهم لك شغال يتحملك ويتحملك 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 شغالك من يبديته الرجل كي لا يتحملك فعلا هذا الامور صغيرة صعي يصعي ويتحملك ويتحملك انا فضي الغبرة على روحك اختي وما تخليش يعني الراجل يوصل يدلك لهذا الدرجة حتى ابسط الامور ما يشريهم لكش اه اه انا هدي هي نصيحتي لبنت يعني ما نشي شجع ما نشي نقولك كما تطلقي ولا زمال اخر بالصح اه كما كنت راها الاخت اللي على القسفن هديك القانس راجلك عنده عنده يلوكن حتى ما عندهش عنده غير عشا 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 ليلة هاد سوالح يوفرهم لك يدب الراسة اه ما كشغل ما ملقيتش كامل وش نزيد نهضر على هاد المرة اه انتيرا كي عايشا كشغل ما نشي عارفا كشغل خدامة ما عنده خدامة عباطل خدامة عباطل تاكلي بارك يعني السوالح الاخرين ما يشريهم لكشغل راكي تاكلي غير فجرة ولادك اكي تاكلي غير فجرة ولادك هذا ما كانو كبالك ما عندكش الولادة راكي تقعد يجيعانا المهم هذا الموضوع بينقاوسان كما شفتو الابنات شفتو هوا الفايلز كان في الحقيبان ننقي بس حقيت بديت تحكي من هادك المحكه السحرية وتشوفي لي دام الي يبدا يطير 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 مهم حكيت هادك الكوزينة ما نحكي لكم شي بيت هادك الريضوية جبت هادك الريضوية جبت هادك الريضوية تحت كسميه تحت البايد مهم جبت كل حاجة نقيت غير فريجيدا اللي ما قديش من الجبدة على خطرش هادك اللوحة اللي كنا دايرينها سيبور تاع الفريجيدا طرطقنا سمادوك غير فريجيدا ما قديش من الجبدة غير نقيت من جهته وسهلا كانت سماده سماده ونقيت فريجيدا فريجيدا سماده وانا سماده 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 سنتجزي يجب فيه يجب إذا سنتجزي يتم ملح سنتجزي يجب عليك هكذا قرر في هذا الفن سنتجزي 30 كيلة فارينة و سنتجزي ذات الملح وصيب يجب أن يكون السقايا بارد في الكونجلات يجب أن يكون مليح 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 يجب أن تكون الحالة سخونة بس صيف يجب أن يكون الحالة سخونة تقدري تدوش بها سبيل يتم الملح في القصع مكتبنا و نحن الضاء و نتصل إلى هذا الطريق و أني سبق بصوة لوحة الرحلة ، و مريح مليح 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 فرق ويجب أن يتحل الحالة. ومن بعدها اختفوا و لم يكن شقاع لم يكن شقاع نلقي صغيرة خبزة و لازوج يقضوني بصع اذا لم يكن قطر العجين لم يكن قطر العجين من حديد نلقي حاجة كبيرة مهم البنات يتقصي و نيد من تيافين في تلمسان كنت اضطيت في الحق واحد المرة فيديو تعريفي بصح سوبريميتة من جني حالي سوبريميتة كامل فيديو تاع في القناة وعودوا لي تلقانات شوفوا انا اسموني سامية من مواري 93 اسم عذركة عندي 30 اني دخلة في ال 31 متزوجة انا كنت ساكنة في في الحناية ومن ثم رحنا الهناية الوحدة البلدية تابعة لتموشنت اسمه انا متزوجة في تموشنت وكبرت وقريت وكامل قريت في تلمسان كبرت يعني وتربيت وكبرت في ولاية تلمسان هذه هي البنات متزوجة عندي ولد سموه راسيم عندها عام ونص خرجت جامعة ابو بكر لغات اجنبية عندي ماستر دو انجلي بالنسبة الخدمة خدمت استخلاف عدة مرات خدمت بلالي العي طولي وهذاك الفتره كنا رحنا ما مشيتش خدمت المهم خدمت هذه الفتره خبره والحمد لله ثاني خدمت في البلدية اللي راني نسكن فيها والحمد لله هنا ندرك بطانين وكاش ميفرجوا علينا بكونكور وكاش حاجة هذه الاسئلة اللي دايما نتلاقها مع البنات في انت السكني مين تياف تلمسان انا ثاني متلمسان قللنا في انت مبلغة المهم انا راني قلت لكم لا نسكن في تلمسان نسكن في تلمسان نسكن في تيموشنت على اغلالي سميتها كالقناتي يوميات وإبداعات تلمسان يعني انا كبرت وزدت وكبرت وقريت وعشت نحن عدنا غير ربع سنين سبعنا ننسب لولاية تلمسان هذه هي البنات وهذا هو الفيديو التعريفي ما كاش حاجة واحد اخرى نعرفكم معلها انسان تبغي الضحك نزعق انسانة اجتماعية وينما نمشي نبغي ندير المعرفة نبغي نكون متكبرة نبغي نتعرف على الناس نبغي نهضر نبغي نشيخ نبغي نزعق اني هكا اللي تلقاني فيكاش مجموعة ولا ولا تشوفني ساكتة عارفيني بللي ما نشأن نرمال فالحق كل مجموعة يعني كل ما نمشي هكا البلاسة نشيخ نكون على طبيعتي عادي هكا نبغي نتعرف على الناس نبغي نضحك يعني انا نبغي نشيخ نبغي نتعرف على الناس نبغي نضحك نبغي نزعق اني ادرك انا نشيت لهاديك البلاسة باش ننفوج على روحي مشي نبقى ساكتة وهذه هي انا انا نتعرف على سؤال السقسيوني سقسيوني المهم لدينا شاهدوا كيف يسمى ادركتها ادركتها كمدة بعد ذلك انا قمت بهاديك الصاشية اي صاشية لا تنفخها من الداخل انا قمت برا انا قمت بها تحت سقايا تحت سقايا حتى حسيتها من الداخل احميت و بعد اضع الجين التاعي اضعها في الصاشية و اضعها في القدرة اذا كانت الكوكت تكون خدامة اضعها في الكوكت و اضعها في الكوكت اضعها في الكوكت و اضعها مع 11 عجين كوكت تقوم بتنبل 12 نحبة اضعها في الفنجلة الزيت و اضعها اضعها ذبقاء اضعها الخمارة البرجات ومن الافضل تكون دهان تاعكم ما يكونش حامي ما يكونش دافي يكون مليح المهم درك راها البرد فيه صغير غمضي عليها تلاقيها جميل المهم لبنات نبدأ بديت نسرح يعني في العجينات تنتوي سرحيها كما نهاكا ومبعد جيبي هذك الخالط متاع الزبدة ورشي السميد كما راكو تشوفوا بعد نديرو الطياء هذي هاكا ومبعد نعود نجيبو الطياء الاخرى ومن الافضل كي تكونوا تخدموا الليبنات خدموا في الطابلة كي تكونوا دالين كمية كبيرة على خطر شو الله ليه انا غير رينجلايت راها منها يعني السيبور تحت تليفور راها منها رغبني فما بيالك تقودي حسي الظهري وجعني فما بيالك تقودي واقفة ديري طابلة كما هاكا اي او بداية تخدمي في راحتك يعني هاكا شوفوا الليبنات انا راح نكمل كامل العجين اللي عندي وجيبو بابي كويسا لبنات كما هاكا باش يساعدكم شوفوا هي بغيتي يعني بغيتي مبتدئة ولا بغيتي يكون مداري تخدمي انا في الحق مداري نخدمك بس حكيما هاكا كنسر راح فوق فوق البابي كويسا سهلة مهلة نرفدها يعني نديرها قع قداش كبير كي نرفدها جيني سهلة شوفوا الليبنات اللي ها يقررصوا يعني ما تقررصوا حتى تردوها رقيقا 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 قررصوا مليح وكترا هادو كطروفا قررصوا هم غير بالزيت غير بالزيت هادو كشوية تعدها اللي باقي شغل درك نديرو غير هاكا شوية في الطاجين ومبعد نعود ندفقوا غير هاكا نمسحوا نمسحوا يعني ملفوق ملفوقتها العجين باش يجيني حمرة بارك ما تبقى واش تدريو هاكا تعمروا الزيت اما بشكل مسمى اللي معمر الزيت ونبغيلا شوكي تحطوها هاكا في الطاجين تحكم انا طاجين قلبه باش يجيني سهل باش ما يحرقنيش لو كان نديرها على الجهال اخرى اني عارفة روحي نبقى نحرق في روحي ما نديرها كما هاكا طاجين يكون عندك قديمة جديدة مهم هاكا تاني شفو بتخلص مغلوب تخدمي شوفوا در ضوارت الحمار ووين تحطوها وين تقلبوها وشوفو كي ان يكون طاجين حامي بالخفض حقت الحمار شوفوا هاكا شوفوا هاكا شوفوا هاكا غير وين حطيتها غير حطيتها دورت تيريفو منها باش يعني باش ميغبنيش هاكا حمارت اشتري حمار اشتري الاشتري قصيتها قصيتها قليلا اتضر اخر قصيتها قليلا لان تشيتي لكم غاية تجربوا البنات اللي لديهم شيتات على البلاستيك و السيليكو يجبوا البنات كيف يأتي يأتي هذا الشيء و أخرين شهرين لا تجعلهم البنات و يبدوا بطيبون فيهم يبدوا بوكوا بوحدهم من الخمار يبدوا يبوقوا في الحق الحبات شاركت معكم ثلاثة حبات بقيت نفس الوقت تبوق بعد التيريف ووطفيتها وذاتها يبدوا يبوقوا ثلاثة حبات شوفوا هذا كل بواوق هم كل بواوق دائنين ثلاثة حبات ثانية طيب وطيب من الأول من حبات الأولى يعني نظرة مع المبتدئات يستخدموا يعني تستخدمون الوصف شوفوا الله هذه الوصفة لا تستخدموا فقط 5 دقائق ثم أعود قمت بتقسميها قمت بتقسميها قمت بتقسميها كما قلت لكم قمت بتصحيه قمت بتقسميها والله هي هناك موانس ومسا تقسميها الزوج يترح نضافة ننقلها حتى كي سميوة والبنات اللي شافوني البارح في السطوري حطيتها الشامية وساقسها شاركيها معانا ان شاء الله الخطرات الجاية يعني المرة الجاية ولا المرة اللي منمورها خطش تدرك مراش عندي سوالح وراني عادة كيدرتها المرة الجاية ان شاء الله نعطي الخواتاتي الوصفة يعني بالتفصيل لتجيك انا هاد الخطرات جاية يعني رقيقة بالصح الخطرات الجاية نعطي لكم الوصفة هاكا جي شوية غليضة كي متح المحلات وما نحكي لكمش يا البنات هاد الوصفة معتمد اعتمديها طول حياتك وتتخدمي فيها ما فيها ليل بين لوالو ان شاء الله من شوقكم شوية بش بس المرة الجاية نعطيها لكم بالتفصيل يعني نعطيها لكم في الصينية الكبيرة 40 على 30 وجدي الصينية وجدي السوالح و السمعي سمسومة في كسميوها شوفوا البنات هاد الوصفة الثالثة شوفوا العناية بدأت تبوك انا عشراني مخليت لكم هاد المقاطع باش تشوفوا التبوك التبوك انت حشوفوها هي بدأت تبوك الحبه الرابعه يعني قلت لكم كي يحس الكاميرا اهي بدأت تبوك اه قلت لها شتيش متيني ها و انا جربت معهم ثلث حبات باش يبيلهم التبوك ايا معلي شوفوها مكراها رهات بانبوك يعني مهما نشنك تبوك ها ها و كيف شوفتوني البنات الدهان الدهان هاكا غير بالبنسو غير هاكا البلايس اللي محمره و لك شوفوها هي شوفوها هي رها بدأت تبوك هادي الثالثة بدأت تبوك نحطهم كما هاكا و انو نقلبهم على الجهة الزاوجة ايا يبدأوا يبوك شوفو البنات يجي يجي بنين يجي روحة ما نحكي لكمش يعني غي يجربوها و عينيكم غمضين كما قلت لكم جاو روحة لبنات شوفو كيف جاو من الداخل يعني ما جاوش من هادو كل يجو غلاط جاو رقاك جاو يعني ملحمين ما جاوش يعني مديرين معجنين من الداخل جاو روحة الزوج مينجا لقيتها بعدها قسمتها كلا و كلا و قلت لها صحة جمع لديك قهوة لديك كسمي و معلقاني دائرة ثانية مرسو تحشامية قال لي هذا اليوم لبنات وصلنا لآخر الفيديو شاء الله يجبكم الفيديو اليوم و السلام عليكم و جربوا الوصفة